موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد نتمنى إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال اليوم جيتكم بهذا الطريقة الرائعة المعتمدة عندي في تحضير خبز طوست صحي ولذيذ أحسن حتى من المحلات بطريقة سهلة ومكونات أيضا سهلة وموجودة في البيت معروف أن خبز الطوست اللي يكون بالحبوب والقمح الكامل كيكون سعر دياله مرتفع أكثر من الخبز العادي لكن إحنا راح نحضره في البيت بتكلفة بسيطة فقط يجب اتباع المراحل اللي راح نشوفوها في الفيديو وكتحصوا إن شاء الله على وحد الخبز الصحي خالي من المواد الحافظة مليء بالألياف وعنده قيمة غدائية عالية أكيد غدي يعجب جميع أفراد العائلة مثل ما كتشوفوه طري وهش ولذيذ جدا جدا نتمنى إن شاء الله تجربوه وأنا متأكدة غدي تعتمدوه دائما طريقة هاد الطص أنا عندي من سنين طويلة لكن مع الوقت بديت كنضيف لها مكونات أكثر بديت نضيف له الحبوب أشياء أخرى وعطته واحد طعم مميز أكثر وقيمة غدائية عالية فهذا الوصفة أنا كنحط كوبين من الطحين الكامل ونصف كوب من الشوفان إذا حبيتوا تغيروا الشوفان تقدروا تحطوا نصف كوب من الطحين الأبيض العادي لكن أنا كنفضل الشوفان طبعا باش نحصوا على خبز صحي مئة في المئة عندي نصف كوب من الشوفان ضفت لها ملعقة كبيرة من العسل أو ممكن تعودوها بالسكر لكن العسل كيعطي نتيجة أحسن هنا عندي كوب وربع من الحليب يكون ساخن نوعا ما باش كي يساعدنا باش نرطبو الشوفان نضيف هنا ملعقتين كبيرة من زيت الزيتون هو مع المدة مع التحريك راح يصبح هاد الخليط دافئ سنضيف ملعقة صغيرة من الملح هنا عندي زريعة الكتان أو الفلاكسيد مطحونة اضفت واحد الملعقة كبيرة طبعا اختياري ممكن اضيفوا اي نوع من الحبوب ثم تفضلوا طبعا اي شي غد اضيفوه غد يعطيه واحد القيمة غدائية عالية ممكن اضيفوا حتى الحبوب اللي غد نزينوا بها الطوست تحطوها في الخليط ايضا ملعقة صغيرة من الخل الابيض تيكة تساعدنا نحصوا على الخبز هش ونضيف ملعقتان صغيرة من الخميرة الفورية خميرة الخبز انا عندي هاد نوع من الخميرة رائعة بالنسبة للخبز والمعجنات انا اضفتها للطحين اللي هو كوبان من الطحين الكامل راح نجمعو الخليط ويكون اه طبعا اه لما نجمعو اذا حسين انه يحتاج الى سوائل اكتر حسين ان العجينة مازالها اه قاسحة حسنا نضيفه اه سوائل اللي هي اه ماء دافي او الحليب الدافي الى ان نحصل على اه عجينة اه لينا وطرية في نفس الوقت ها هو بعد ما جمعت العجينة انا اضطريت ان انا نضيف تقريبا واحد ملعقتان كبيرة من الماء الدافئ ونغطيها اه طبعا انا راح نرشها بقليل من الزيت زيت الزيتون ونغطيها الى ان يتضاعف الحجم وتخمر تقريبا واحد اربعين دقيقة الى ساعة على حسب درجة حرارة البيت بالنسبة للخبز دائما عندي واحد الايناء كان جمع فيه مجموعة ميناء الحبوب عندي زرحت الكتان عندي الحبوب الشية عندي الشوفان عندي نخالة الرضة عندي السمسم ايش انتم تفضلوا عن حبوب اليقطين ايش موجود عندكم انا دائما كان نحاول نجمحهم ونحطهم في اي نوع خبز عندي بعد ما تخمرت العجينة هذا هو القالب اللي راح نحط فيه الخبز وعندي جهز الحبوب هنا حاولت نبسط العجين مثل ما كتشوفوا والعرض ديال العجينة نفس عرض طبعا القالب راح نحطوه فيه انا دائما نعمل هالطريقة كنحط الحبوب بهذا الشكل وكنحاول ندخلها في العجينة باش ما تطحش لكي تثبت جيدا طبعا كان نحط زيت نبلل يدي بالزيت قليل منا الزيت ونحاول نبسط العجينة والهدف مثل ما قلت انني نلسق الحبوب مع العجينة وراح تشوفوا في الفيديو طريقة بها الطريقة راح للحبوب ايضا تتوزع على جميع اطراف الطوست ليس فقط على الوجه قلبتها على الجهة الثانية وراح نلويها متل ما تشوفوا الآن قدي نحطوه فيه القالب اللي يكون مدهون بقليل منا الزيت او نغلفوه بورق الزبتة ونحطوه فيه العجين ونغلفوه ونخليوه يخمر للمرة الثانية تقريبا واحد النصف ساعة ها هو بعد ما ارتفع حاجم العجين متل ما كتشوفوا يكون الفورن ساخن انا كندهن الوجه كندهن الوجه بقليل منا الحليب الحليب كيعطيه واحد اللمعة ولون جميل وندخلوه للفورن اللي يكون حار مسبقا نحطوه من تحت ونحمروه من فوق ورح نحصلوه على خبز طوست روعة لديد جدا جدا لما يخرج من الفورن لازم نغطيوه بمنديل نظيف لكي يحافظ على طروته نتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم متنسوش اللايك والاشتراك لمسا المشترك اتركو في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء اشتركوا في القناة